اهلا وسهلا الله يعطيك العافية ان شاء الله انك تكون متفائل والتفائل عندك عالي لانه انت عم بتسوي اشي طبيعي في مرحلتك العمرية اللي هي التعلم خليك انت قادر على التعلم خليك ريلاكس على الاخر وامشي خطوة بخطوة ان شاء الله النجاح حليفك وقدامك هسا بعد ما خلصنا الازمنة في عندي الاكتف والباسف في شغلي هون حابب احكي لك اياها استاذي الجملة نفسها لها وجهين يعني افترضنا انه انا عندي هاي الجملة في عندك وجه منها اللي هو الوجه اللي بنسميه احنا اكتف وفي عندي وجه اخر اللي احنا بنسميه باسف شو يعني هذا الحكي هذا الحكي معناته نفس الجملة نفس الزمن نفس المبتدأ نفس الفاعل هادي لها طريقتين اني اعملها واحدة منهم بحكي لك احمد broke the window وواحدة منهم بحكي لك the window was broken اذا استاذ جملة الاكتف يا حبيبي هي نفسها جملة ال passive اذا استاذي هون لا تغيير على الزمن تمام خليني ارجع بس عشان ايش هذا اللي صار خليني ارجع هيك انا احط الخط صغير انشيل القلم وارجعه وبعدين هلأ بحط الخط الكبير اللي بدي اياه خليني ارجع احكي لك استاذ ان جملة الاكتف هي نفس زمن جملة ال passive ولكن في حالة الاكتف بيكون الدرس ازمنة فهمتوا علي الازمنة اللي كنا ناخدهم في حالة ال passive بيكون الدرس مبني للمجهول اللي هم هدول تمام هدول مثلا الفعل المضارع الفعل المضارع العادي بيكون ايش يا اخوان بيكون عبارة عن verb one هذا فعل مضارع عادي مضارع بسيط verb one يا بيكون شكله مجرد يا بيكون اس واس مع المفرد تمام ولكن نفس المضارع البسيط في حالة ال passive شكله اس وام وار زائد verb three لذلك احنا خلينا في البداية بس نفهم شو هو هذا ال passive يعني شو هو ال passive voice ما هو المبني للمعلوم وما هو المبني للمجهول المبني للمعلوم هو الحدث الذي يعرف فاعله انا هون بحكي لك they speak english in Jordan مين هم ال they؟ ال they الشعب الاردني ماشي هلأ هاي الجملة بصراحة هيك ركيكة وخفيفة شو بحتاج انا؟ بحتاج اني اقول لك english is spoken in Jordan يتم تحدث الانجليزية في الاردن فش داعي تحكي لي مين هم لاني انا عارف اما المبني للمجهول فهو الحدث الذي لا يظهر له فاعل هاي اول اشي لا يظهر له فاعل في الجملة او يكون متأخر اللي هو by them تمام انسى التفاصيل هلا راح تخاف منها انت لماذا يحذف الفاعل او يتم تأخيره ليش؟ اول اشي باخره لانه مش مهم زي كلمة they او معروف اصلا يعني people يعني طبيعي معروف انه مين اللي بيحكي انجليزي؟ الارانب ولا البساس؟ لا اللي بيحكي الانجليزي people او لان التركيز في الجملة يكون على الحدث نفسه هون بهمني انه انا ايش احكي لك؟ بهمني احكي لك انه الانجليزية مستخدمة في الاردن هيك الهدف يعني يكون الحدث نفسه التركيز عليه مش على ايش؟ مش على الفاعل طيب شو بعمل استاذ؟ شو بعمل عشان احول؟ ركز معي شوي بدي اشيل هاي وارجعها واحط لون مختلف اللي هو اللون الاخضر طريقة التحويل من المبني للمعلوم الى المبني للمجهول اسمحولي انا اروح على ايش اسمه؟ هاي الصفحة اجيب هذا الدروينج الرسم وخلوني انا اشرح هون لانه انا بحبش كتير اعتمد على الاشياء المكتوبة خلوني اختار هذا الخط العريض جدا خلوني اختار جملة باللون الازرق اكتب لك كالتالي بدي اكتب لك بلون تاني اللي هو اللون هذا ايت يعني اكلوا بعدين بدي ارجع احط لك المفعول به باللون النهدي الولاد اكلوا ساندويتشز تمام؟ هلأ شو عندي هون؟ خليني اجي لللون اللي بنحبه الاحمر بدي احكي لك هاي عبارة عن سبجكت كلها وهاي عبارة عن فيرب اللي هو فيرب تو اه اللي هو ماضي خليني احط لك هون هيك فيرب تو وساندويتشز اللي هي اوبجيكت اللي هي عبارة عن اسم شو بدي اعمل استاذ وركز معي؟ بدي اعمل كالتالي هذا هون وهذا هون وهذا ينزل طيب تعالوا نتفننا شوي بعرف مش وقته بس انا بدي اياك اتهدي وتركز وتكون امورك تمام تعالوا نستعمل الخطوات كيف بدي استخدم الخطوات؟ باستخدام اللون الازرق بس خليني احلها بدي اجيب الابجيكت احطه هون بدي اكتب لك ساندويتشز تمام؟ ساندويتشز بدي احول حسب الجدول where eaten بدي اجيب هذا السبجيكت احوله ل by phrase اللي هي by the boys تعالوا احكي لكم كل اشي يلا بجيب لون غير ايش اللون الغير؟ اللون الاسود اول اشي اول اشي المفعول به هناك يصبح في البداية بين قسين مبتدأ طبعا استاذ في الجملة الاصلية تخلص منه حتى لو في راسك اشطبه عشان ما ترجع تكرر لانه في الامتحان هيجيب لك sandwiches تمام؟ لانه هذا احد اخطاء الطلاب تكرار الابجيكت هون لا تضع اوبجيكت طبعا انت هيجيك ضع دائرة بعرف اثنين حول الفعل حسب الجدول وتعالوا ننتقل للجدول بدي احط ايش صفحة زيادة هاي صفحة رقم اتنين جنن هذا البرنامج الجدول يا اخوان بيحكي هيك بيحكي هاي جملة الاكتف وهاي جملة الباسف المضارع البسيط انسالك المتبسيط هو فيرب ون يعني بيكون مجرد يعني بيكون اس او اس شو بيصير بيصير اس وام وار او يعني حسب الفاعل زائد فيرب ثري وهون اسمحولي احط الفيرب ثري باللون مثلا هذا الاصفر عشان احكي لك انه كل جمل الباسف لازم يكون فيها فيرب ثري شرط فيه كمان ملاحظة بدي احكي لك اياها على زمن الفعل الاصلي بحط هنا بي اللي هما يا از يا ام يا ار احكي لك ملاحظة الباسف بشكل عام هو عبارة عن بي زائد فيرب ثري البي هاي بدي احكي لك عنها ملاحظة تكون حسب زمن الفعل في الجملة الاصلية تعالوا ناخد مثال وبعدين بديش احط امثلة هون المثال بالاسود بيحكي اي ايت رايس انا بااكل رز فعل مضارع بدي اروح احلها هناك جبنا رايس اللي هو المفعول به صار في البداية رايس هلأ بدي احط بي لما اجي احط بي هون بدي احطها مضارع عليش لانه الفعل ايت مضارع تمام بس الرايس ما بياخد بي بياخد از والفعل الاصلي بدي يصير تصريف ثالث اذا بدكاش توجع راسك في هاي الطريقة وهاي الطريقة للناس اللي عندها ضعف بالحفظ احفظهم وريح راسك كيف يعني يعني الفعل المجرد اللي هو هذا شو صار صار از او ام او ار بلس فربي ثري يعطيك الف عافي بدون اي تفكير طيب ليش حطيت هون از لانه رايس غير معدود يعامل معاملة المفرد اخدت هاي الاز وهذا الفعل هذا الفعل حولته للتصريف التالت هون اللي هي ايش ايت تمام ايت طيب اذا كان الفعل ماضي شو بدي اسوي يا هل ترى يا الله ما اسهله اذا كان الفعل ماضي اللي هو ماضي بسيط بدي يصير ايش بدي يصير واز او وير منطق منطق خلاص ماضي بحط البي واز و وير زائد ثري طيب اذا كان مستمر استاذ والله غريبة هاي الشغلة اذا كان عندي از او ام او ار زائد اي ان جي شو بدي يصير بدي يصير از او ام او ار زائد بيينج لانه هناك اي ان جي زائد ثري بثري طيب خلينا اعمل هالشغلة هذا هيك هذا هيك طبعا الجدول هلأ بورجي كيامرسوم وجاهز بيش داعي ترسم ولا تكتب طب اذا كان ماضي يا استاذ ماضي مستمر حاضرين ولا يهمكم ماضي مستمر اللي هو واز او وير زائد اي ان جي شو بدي احط هناك بدي احط واز او وير زائد بيينج زائد بيرب ثري اه طيب استاذ كي ايش يعني واز و وير وهل دايما اذا كانت الجملة واز و وير تتحول لواز و وير نفسهم لا شو اصدي انا عندي علي اللي هو واحد مفرد بدي احكي لك كالتالي علي واز لانه مفرد changing the wheels علي كان يغير العجال تابعون السيارة مفعول به the wheels بدها تنجاب هون بدها تصير the wheels انت شفت هناك واز changing اللي هي فوق بالاحمر واز changing شو بدها تصير was being changed هون عندك مشكلة انه ويل جمع فما بتاخد واز يعني معناته قصدي انا مش اذا هناك was هون واز فبتصير ايش where being changed تمام طبعا انت في اسلوب وتضع دائرة كل اشي محضر لك وجاهز طيب خليني اكمل اذا هون اجاني have او هاز زائد تصريف ثالث واسمحولي اكتب برضو الهاد زائد تصريف ثالث واروح احولهم هناك الهاد والهاد زائد بين زائد منطق ما فيش فيها ليش المنطق في الموضوع استاذ انا هلا راح حكي لك هون عندك فعل في التصريف الثالث دغري حطيت البي اللي حكينا عنها بالتصريف الثالث هاي الجزئية انا بحكيها للطلاب اللي بدهم يفهموا فهم اللي بدهم مش يحفظوا الجدول بس انا بشجع الكل يحفظوا اخر اشي يا حبايبي المحترمين طبعا هون استاذ انا بطلب منك التركيز على المضارع وعلى الماضي تركيز هاي الكلمة مش مظبوطة هيك تكريز طيب تركيز يا حبايبي بالقلب وين بده يكون بده يكون على على المضارع وعلى الماضي مش معناته اطنش هدول هم اربع مجموعات هاي مجموعة الفعل اللي حاله مجموعة المستمر مجموعة التام وهون رح احطو لكم هلأ مجموعة المودلز اللي هي اشياء حلوين اللي هي كالتالي اذا كان عندك مودل زائد فيرب وان المودلز زي ويل وكان وكد وشل وشد تمام بده تتحول يا حبيبي لا مودل زائد بي زائد فيرب ثري فيه كمان زمن مش كتير مهم اللي هو مودلز انتباست اذا كان عندك will have done اللي هي مودل زائد هاف زائد فيرب ثري بتصير will have been done تمام هذا بالنسبة لنا كل المطلوب في الجدول اللي هي الخطوة التانية لو رجعنا يا سيد العزيز احنا هلا للصفحة اللي ورا بعد ما نزبط هاي ونحط لخطوط تبعتنا عشان تكون امورنا تمام شو رح يصير انت هذا عندك كامل مكمل تعالوا نشوف نرجع هين رجعت له تمام شو عملت اول اشي المفعول به صار مبتداء هذا عشان تفهم المبدأ تاني اشي حولنا الفعل لمنطقي هذا تحول لواز او وير زائد ثري تمام وبعدين استاذ بحط البي الفريز اللي هي رقم ثلاثة ضع ال باي فريز ورقم اربعة كمل مثلا لو كان عندي هون يستردي بدي احكي ساندويتش وير اتن باي 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 وبدأ احط هون يستردي طيب فهون انا حكيت لك اكمل الجملة ان امكن يعني اذا كان في عندك تكملة طيب استاذ في اسلوب الضع دائرة كيف بيجيني تعالوا نشوف تعالوا نشوف مع الاخذ بعين الاعتبار بعض الاشياء اللي كتير مهمة وخطوات الحل لانه في خطوات للحل تمام في خطوات للحل مهمة هي اللي بتمكنك من انك ايش استاذ العزيز هي اللي بتمكنك من انك تعرف تحل بطريقة صحيحة نرجع نراجع ونشوف كيف هون كل شي مكتوب بالاخضر قلتلك احذف الفاعل من الجملة الاصلية ممكن تحطه وراء انت حر الفاعل اللي هو ذاي احذفه وممكن تحطه وراء انت حر هذا اختياري مع اني انا كشخص بحب احطه ضع او يوضع لك او بكون محطوط المفعول به في بداية الجملة الجديدة ولا تنسى انك تبطل تفكر فيه من الجملة الاصلية تعال اوضح لكم ليش صح انا حكيت بس تعال اوضح لكم ليش انا بحكي لك اشطب المفعول به من هون حتى لو في مخك لانه ضع دائرة لانه نحط هون اذا ما شطبته في مخك راح مخك يقول لك انجليش is spoken انجليش in جوردن ليش لانه انا عم بتعلم اللغة طيب ضع للفعل المساعد به هادي اخوان لهي الخطوة التالتة في حدا بحفظ الجدول حفظ هذا الجدول هلأ راح ورجيك اياه واخر اشي قلت لك اكمل الجملة ان امكن بس هذا بديش ضع الفعل الذي حدفته في بداية الجملة اذا حبيت تحطه انت حر ولكن هون يا حبيبي ايش بطل مهم شغلة نحط البي ولا لانه راح يجيك ضع دائرة اذا حبيت انا بس شوي يا حبيبي اغير القلم واحط لك يا سيد العزيز على الخطوات رقم واحد احط لك هون رقم اثنين احط لك هون رقم ثلاث واحط لك بالاخر هناك رقم اربعة وننطلق دغري على الجدول الجدول يا حبيبي بالطريقة هاي هاي خلينا نبلش في هدول اول واحد المضارع المستمر عفوا هون اول واحد المضارع البسيط المضارع البسيط بكون فعل لحاله يا اما هالفعل مجرد لحاله يا اما مع اس وإي اس روح جيب يشي زاكي استاذ واشرب زمان انا ما شربت قدامكم استاذ مش فاهم لا رح تفهم غصبا عنك هايو فعل مجرد شو بدي يصير is spoken حسب شو حسب هاي مفرد verb 2 وهو مهم جدا الف مرة جابو verb 2 الفعل الماضي شو رح يصير was where مع verb 3 كيف استاذ هايو spoke verb 2 شو صار was spoken طب انت حاطت was where استاذ ليش مخترت where لانه انجليش مفرد طيب استاذ مستمر is am are verb ing مستمر شو صار صار verb is am are being verb 3 كيف اطلع عليهم while انا اروح اشيك شوي على الكاميرا طيب تحت ماضي مستمر الماضي المستمر شو هو was where مع ing شو صار was where being ing لاحظ هون is am was where حسب مضارع ماضي المستمر التنتين ضفتلهم being التام التنتين ضفتلهم being وهلأ رح تشوف تحت الموضل التنتين ضفتلهم being وحدة ضفتلها بين لأنه في وراها have طيب اذا كان عندي have وhas زائد verb 3 بصير have وhas مع بين زائد verb 3 مثلا طبعا هون هيو the man was teaching the kids لاحظ استاذ هتطلق هون انا هاد جمع بالعمدة عشان لما تنقل هون ما تاخد نفس الفعل المساعد رح تضطر تاخد اشي جمع بدياك تشغل مخك طيب هون عندي has changed صارت has عفوا have been changed لأنه البني آدم كان يغير العجال العجال جمع واخر اشي تحت الهاد had broken تحت بتصير had been broken تعالوا نشوف يلا يسعد لي اياك ايش حدا بشرحه حفظ بقوله انا بحفظ ايا او بشرح لك ايا وانت حر شو بدك تسوي حابب تحفظه بتكون ممتاز انا حفظته انا شخصيا حفظته لم كنت في التوجيه حابب تفهمه انت حر هون لو عندك models وانا حطط لك مثالين well زائد ب زائد فير بثري مثلا i will pass the exams the exams will be passed راح انجح فيهم راح ينتجحوا بس احنا فش عنا هيك في العربي will have فير بثري بتصير will have been زائد فير بثري هاد فش منه بالعربي بسرعة بدي احكي لك ليش ممكن حدا يعمل passive اهداف التركيز على المبني المجهول بانداز يازم تحط ليش people ما هو اللي بيهنت لحاله يعني اوكي الاسد بيصيد ايش باندا بيصيد غزال بانداز وير هنت فور ذير سكنز اللي بيصيد عشان تجلد البني قدمين اذا هادا سخيف مش مهم والكلام عن الباندا وعملية اصطيادها اهم كتير من الكلام عن الصيادين لجعل الجملة تبدو اكثر رسمية رسمية اذا كنا لسنا بحاجة الفاعل مات بحتاجش الفاعل اذا مش عارفين مين اللي عمله اذا كان الفاعل غامض او معروف اصلا شوفوا مش عارفين مين اللي عمله طيب اذا كان الفاعل غامض او معروف انا بحكي لك مثلا we will be punished for our bad deeds we will في المستقبل be punished رح نتعاقب for our bad deeds لأفعالنا deeds d-e-e-d-s for our bad deeds مين رح يعاقبنا لأفعالنا السيئة الله خلص يعطيك العافية إذا لم يكن الفاعل مهم زي لم أنا بحكي لك the girl was hit by a car البنت انصدمت